هجمة إعلامية منظمة على اللاعب زيدان أقبال والاتحاد الآسيوي يقرر ظلم المحترف العراقي شاربو الشمعون ويبعده من مواجهة المنتخب الإيراني في أمم آسيا للشباب للتفاصيل ونطونا لايك وسبسكرايب وخليني نبدأ الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونون بخير أنا حساب راهيم وياكم وذل ما عودتكم بكل أسبوع نتكلم فيديو قصير عن المنتخب العراقي وعن الكرة العراقية بشكل عام فلهذا اليوم قررت أنه أتكلم عن أشياء حدثت خلال هذا الأسبوع ويمكن هي الأكثر تداولا بالكرة العراقية سنقسم هذه الحلقة إلى قسمين اليوماني ما نحضر ناس طالعكم بشكل توقائي ورح أتكلم عن بعض البرامج اللي تكلمت عن اللاعب زيدان أقبال بحيث خلت أنه محبين اللاعب يحسون بأنه هذا اللاعب قاعد يتعرض إلى ظلم أو مثل ما يقولون أنه الإعلام العراقي قاعد يحارف هذا اللاعب محبين زيدان أقبال شوية حاسسوا من تصريحات اللاعب سيد سلمان ولي قال بيها أنه اللاعب بشار رسن أفضل من اللاعب زيدان أقبال وهو اللاعب رقم واحد بالعراق وهو على مستوى خط الوسط أفضل لاعب أفضل موهبة موجودة حاليا بشار رسن بالعراق؟ بالعراق إذا قررنا بشار بزيدان؟ بشار ديتش الفترة قلت زيدان أفضل أفضل محترف متواجد بالمنتخب بشار أفضل من زيدان طبعا سيف سلمان لاعب عراقي سابق جاؤ على سؤال مقدم البرنامج اللي قال له هل بشار رسن أفضل لو زيدان أفضل فبالتالي يجي سيف سلمان وقال أنه بشار رسن أفضل وهنا بالتأكيد سيف سلمان هذا رأيه وإحنا كلنا يمكن لازم نحترم رأيه لأنه بالنهاية كل شخص وله آراءه ليس بضرورة أنه نقول أنه رأيه صحيح أو رأيه خطأ لكن من المهم أن نناقش رأيه سيف سلمان وما طرح بالإعلام أبدا أني جدا سعيد بأنه يتم مقارنة اللاعب بشار رسن بزيدان أفضل رح تتعجب هي رح تتعجب من عندي بس أنا أخذ الأمور من ناحية إيجابية اللاعب بشار رسن نحن نعرف أنه هو لعب كبير ولاعب قدم بعض المستويات الحلوة وبالفترة الأخيرة يمكن مستوى أفضل فليهذا ابتعد على المنتخب العراقي وبالتالي اليوم عودة بشار رسن أو العودة اللي يريدها البعض لبشار رسن تحتاج أن يقارن بلاعب كبير فمقارنة بشار رسن بزيدان أقبال أنا أخذها بشكل إيجابي وهذا معناه أنه زيدان أقبال واحد من أفضل اللاعبين العراقيين اللي موجودين بالمنتخب العراقي فليش لا خلي قارنوا بشار رسن مع اللاعب زيدان أقبال لكن لازم كل مقارنة وضع لها بعض النقاط فمثلاً أنا ميصر أجي أقارن بشار رسن اللي لعب 50 مباراة مع المنتخب العراقي مع المنتخب الأول و15 مباراة مع المنتخب الأولمبي أجي أقارن بزيدان أقبال اللي لعب 20 دقيقة مع المنتخب العراقي فهذه المقارنة ظالمة مثل ما لبعض يقارن مثلاً بيدري بمودريج بيدري اللاعب الشاب الناشئ اللي هستوى بديابرز مع مودريج اللي يخذها معكرة القدم وشوى كل شي بحاجة أنه وصل لنهاية عمره أنا ماذا أقولكم أنه بشار رسن هو مودريج أو زيدان أقبال هو بيدري لا أنا إذا أقول لك أنه إذا أحاول أوصل لك المقارنة بين عمرين المختلفين هذه مقارنة ظالمة فأني ما أقدر أجحكم على زيدان أقبال وأقول أنه هو أو على بشار رسن أقول أنه هو أفضل من زيدان أقبال ولو تجي على أحصاءات اللاعبين الأثنين تشوف أنه زيدان أقبال فقط 20 دقيقة وكيحت إلى الفرصة مع هذا قدر يأخذ مجال مع هذا أنا أعتقد أنه زيدان أقبال شعلا من اللاعبين اللي يستحقون أن يكونون من أفضل اللاعبين اللاعب اللي قاله هذا يلعب بمانشستر زيدان وينه موجود بمانشستر وينه بالعراق وينه ما موجود ما موجود شفيت ما ده يجي لي أن قاعد يجي للمباريات ومضم من أيام الفيفا مرات ومرات النادي ما يقبلون كابتن كابتن بس تره هو موهبة كابتن يعني أي واحد يشوف زيدان أقبال لاعوب يعني يعني إيش ذكرته إي لأنه ولاعي بس ما يخدمك أما الكابتن فيصل عزيز فأيضا طلع وتكلم عن زيدان أقبال أول شيء مدحة لكن بالنهاية قال أنه زيدان أقبال ما يفيد المنتخب لأنه يجي قبل 72 ساعة إلى العراق أين زيدان أقبال من العراق وهنا أنا أسأل أين ميسي من الأرجنتين ميسي قضى حياته كلها بإسبانيا لكن من يصير منتخب الأرجنتين عنده باريات يروح ومثل ما تعرف ميسي حقب كأس العالم وهنا أيضا أسأل أين المبتخب البغربي ولاعبيه لاعبين دائما خارج المغرب لكن قبل 72 ساعة يجون ويقدمون مباريات حلوة وشبتهم بكأس العالم وإن وصلوا مع مدرب عنده فكر قدر أن يدمجهم مع مدرب مثل سكالوني اسم ميسي أكبر من عنده لكن قدر يصيدر على اللاعبين ويعرف إشلون يدمجهم فهنا أنا أقول الفكرة أنه إحنا اليوم عدنا مدرب إسباني ومو صعب عليه أن يدمج زيدان أقبال بالعكس المدرب الإسباني اليوم ق夜 دائما أشوفه يحاول يوجد لاعبين محليين ومثم بداك أنه كل يوم يروح ويشوف مباريات يحاول يوجد بعض اللاعبين محليين لسبب واحد على ولي يطورهم على ولي يصيرون همم لمستوى زيدان أقبال أو على الأقل يسان دون زيدان أقبال فاليوم الآن مو مهمة المدرب أو مهمة المدرب اليوم مو يجاب زيدان أقبال على ولي دم جوه ياهم لا مهمة المدرب كاساس يطور من اللاعبين العراقي العالمين يعرفون يندمجون مع اللاعبين المحترفين وأولهم زيدان أقبال فهذا الشيء أو هذا العمل رح يكون صحيح متعب على المدرب العراقي المدرب كاساس لكن أنا واثق بأنه كاساس رح يطور من اللاعبين المحليين ويخليهم أو يخليهم يعرفون يندمجون مع اللاعب المحترف وليس العكس فأنت اليوم أكو تقنية اليوم أكو أشياء هواية عند المدرب كاساس فمثلا كاساس لوحدة يمتلك ثلاثة أو أربع مساعدين هذين المساعدين يستخدمون التقنية يستخدمون المواقع الكترونية يستخدمون الأحصائيات هذا التطور في كرة القدم وبعض المساعدين لكاساس ممكن أنه حتى يسافرون ويشاهدون مباريات للاعبين عراقيين خارج العراق فبالتالي كاساس استخدم التطور بينما المدربين الآخرين المحليين أو الجيل السابق لا يؤمن بالتطور وهذا الفرغ ما بين عقلية المدرب الشاب الحالي مع عقلية المدرب السابق الذي لا يؤمن بالتطور فأنت اليوم أي واحد تجيبه تشوفه أو أي شاب بشارع تقوله تستخدم آيفون لو تستخدم نوكيا بالتأكيد راح يستخدم الآيفون بينما إذا تروح على الجيل السابق خيره ما بين النوكيا وما بين الآيفون راح يستخدم النوكيا لأنه كل همه من التريفون أنه يسوي بيه اتصال بينما اللي يفهم بالتطور ممكن يستخدم التريفون بالمونتاج ممكن يسوي بيه حلقات يوتيوب ممكن يستخدمه كتقنية يستفاد بالعدها هواية وهذا اللي يسوي كاساس يستخدم التقنية ويستخدم الإحصاءات على موضي يطور المنتخب العراقي وهذه الأمور لا يهم بها بعض المدربين المحليين فكل ما في الأمر أن زيدان أقبال راح يندمج بشكل سهل واللعبين العراقيين راح يطورهم كاساس نحن اليوم لنتكلم عن اللاعبين موجودين أمام كاساس وذي يحاول أنه يختار الأفضل معهم فأبدا مو صعب أنه يجي زيدان أقبال ويقود هذا للعبين أو اللاعبين مختلفين يجون ويندمجون مع مجموعة من اللاعبين المحليين وهذا الشي عندنا بأمثلة كثيرة في ذكرتها ببداية الحلقة من هم المنتخب المغربي اللاعبين كنهم أصلا موجودين بالمغرب لكن من يجونه مثل المنتخب المغربي يوصلون الرابع على العالم وروح من جزء الثاني من الحلقة وحالي يتكلم عن الاتحاد الآسيوي أبو البلاوي يجازم تعرف أن الاتحاد الآسيوي مقسم إلى شرق وغرب الغرب اللي هو العراق من عنده ودولة الخليج كلها ومسيطر على رئاسة الاتحاد الآسيوي بينما الشرق ومسيطر على لجنة المسابقات وكل شيء فكل قرار يتم اتخاذ الغرب يمكن يمشي هذا القرار لكن من اللي يتخذ هذا القرار؟ الشرق يعني اليوم الشرق أعتقد شرق القارة الآسيوية هو اللي سوى قرار على شارب الشمعون وخلاه ما يجي أو ما يكمل مع المنتخب العراقي لأنه حرام ثلاث مباريات أنا بس أردف تهم هذول الناس شتون يحاولون يطورون الكرة الآسيوية أنت لعب عمر عشرين سنة أجوا خطأ سووا تدخل أو كانت ردة فعلة خاطئة أمطيت حرمان ثلاث مباريات وانا أنا أردف أسأل شغلة وحدة هل تدخل شارب الشمعون أقوى من هذا التدخل اللي ستشوفه قدامك؟ أو تدخل شارب الشمعون أقوى من هذا التدخل؟ صراحة أنا أشوف أنه شارب الشمعون أقم تدخل كان بيهم وإذا تقاهنا مع ذولاك رح يطلع شارب الخطئة مؤذب ومحترم وخطأ بينما هذولاك كأنما يقتلون اللاعبين اللي قدامهم أو يتعملين يكسرون واحد يريد يكسر رأس واحد واللاخ يريد يكسر رجل واحد فبالتاليات الاتحاد الآسيوي أنت ما قدرت الفقير شارب الشمعون مفاهم أنا إحنا عدنا مباراة مهمة أمام ننتخب الإيراني إذا فزنا رح نروح لكأس العالم وإنت تجد صد القرار تزيد عقوبة شارب الشمعون صدق هذه صدما من الاتحاد الآسيوي مشايفة بغير اتحادات يمكن الاتحاد الآسيوي هو الاتحاد الوحيد اللي حاروا باللاعبين بداخل القارة مات وبأوروبا ما يصر هذا الشيء أبدا يعني الاتحاد العراقي راح اعترض ظلنا من عنده أنه الاتحاد الآسيوي راح يعدل القرار أو يعدل عنه لكن الاتحاد الآسيوي رد عليهم وزيد لهم العقوبة وهذا الشيء ما يصير أنه بالاتحاد الآسيوي اللي ما أعرفش عنده وين اللاعبين العراقيين على كل هذا اللاعب أتمنى بالمستقبل يصير نجم وبوقت هالاتحاد الآسيوي وهو يقوم شوي يحسن أموره المنتخب العراقي هو هذا اللعب لأن بالنهاية نجاح اللعب الآسيوي هو نجاح لقارة آسيا أتمنى أنه يفكرون الاتحاد الآسيوي على كل أمامنا مباراة أمام المنتخب الإيراني مباراة صعبة مباراة ماذا تقول عليها أقول صعبة كلش والمنتخب الإيراني بهذه البطولة أنا أعتقد مستوى أعلى من المنتخب العراقي لكن مع هذا نتمنى أنه المنتخب العراقي يقاوم المنتخب الإيراني وينتزع من عنده نقاط المباراة وبطاقة التاهل إلى كأس العالم كل هذا اللي يريد احنا اليوم المنتخب العراقي هذا إذا صعد إلى كأس العالم رح يعتبر انجاز بعد المباراة رح نتكلم بوايا على المنتخب الشبابي اللي نتمنى لكل التوفيق إلى هنا وصلت إلى نهاية حلقتي أشوفكم بحلقات أخرى مع السلامة اشتركوا في القناة